بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبرك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان اليوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعلم الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ويسل لنا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام تقبل ذلك منا يا رب العالمين ويسل لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام اللهم من أردنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير ومن أردنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تديره وتدميره اللهم أولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تؤخذنا بما فعل الصفاء منا وأصلح لنا شأننا كله وسائر المسلمين ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك أما بعد نكمل قراءة شرح بن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخيما في الدارين آمين لفقه السادة الشفعية كتاب الصلاة كتاب أحكام الصلاة وهي لغة يعني الصلاة لها معنى لغوي لأنها كانت مستعملة قبل نزول الشرع الشريف لغة الدعاء وشرعا كما قال الرافعي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة يبقى الامام الرافع عرف الصلاة تعريف شرعي وقال هي أقوال وأفعال الأقوال اللي في الصلاة خمسة معروفة الأقوال اللي في الصلاة خمسة اللي هي تكبيرت الإحرام قراءة الفاتحة التشاهل الأخير الصلاة على النبي والتسليم هذه الأقوال اللي في الصلاة يعني دي لازم تقولهم في الصلاة الحاجات دي الحاجات الثانية سنة لكن الأقوال المفروضة في الصلاة خمسة تكبيرت الإحرام قراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها والتشاهل الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم هذه خمسة هذه الأقوال والتسليم يعني التسليم الأولى لأن التسليم الثانية سنة نحن نتكلم الأقوال اللي هي الأركان يعني وأفعال الأفعال تمانية يبقى عندنا أقوال خمسة وأفعال تمانية تطلع 13 هي لي الحاجات الضرورية تعرفها في الصلاة اللي هي لو نقصت وطلت الصلاة الأفعال التمانية تبدأ بالنية لأن تكبيرت الإحرام لازم يبقى معها نية تبدأ بالنية لأن النية عمل قلبي فهي فعل لأنه عمل قلبي والقيام حال قراءة الفتح هذا القيام وبعدين الركوع وبعد الركوع الاتدال من الركوع وبعدين السجود مرتين يبقى سكة وبعدين الجلوس بين السجدتين وبعدين الجلوس الذي يعقبه التسليم والترتيب هذه التسليم سهلين يبقى الصلاة هي عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم عرفت هي الأقوال وعرفت هي الأفعال الأقوال خمسة والأفعال تمانية نقولهم تاني سهلين ولا نقولهم تاني الأقوال الخمسة تكبيرت الإحرام فراءة الفاتح وبسم الله الرحمن الرحيم آية منه ثاني حاجة وبعدين التشهد الأخير ما قلناش التشهد الأوسط لأننا نتكلم في الأركان التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم الأول هذه خمس الأقوال والأفعال تمانية النية والقيام حل قراءة الفاتحة لازم تبقى من قيام لأن من رؤى أركان الصلاة هنيجن يقول القيام مع القدرة يبقى القيام تاني حاجة بعد النية القيام في الأفعال وبعدين الركوع والاعتدال من الركوع والسجدتين والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأخير اللي هو قبل التسليم والترتيب على ما ذكرنا يعني ما ينفعش يزجد قبل ما يركب لازم يرتب كتب ما ينفعش يقرى الفتحة قبل ما ينول لازم ما ينفعش يقرى الفتحة وهو راكب لازم من قيام وهكذا كده الترتيب على ما ذكرنا ما هو الاعتدال فيه مذكورة بقى ملحقة فيه ملحقة فيه هتيجي بقى في الأركان هنزكوا بقى التفصيل لكننا عندنا منتكلم على سبيل الإجمال يعني أي التشاهد بيخلص بالشهدتين اسمه التشاهد وبعد الشهدتين بعد كده الصلاة على النبي والآل الصلاة على النبي ركن في التشاهد الأخير وصنة في التشاهد الأول دون الصلاة على الآل في التشاهد الأول يعني التشاهد الأول هو الأوسط ينتهي لاللهم وصلي على سيدنا محمد وتقوم نواد تجيب الركعة تلك لو ما قلتش اللهم وصلي على سيدنا محمد في التشاهد الأوسط عليك سجود سر واضح؟ لكن الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن لو ما صلتش على النبي بطلة الصلاة في مذهبنا الشفعية الأحناف والملكية ما تبطلش الصلاة لكن يسجد لسه لكن عندنا في مذهبنا الشفعية الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن يبطل الصلاة بتركها أما الصلاة على الآل فسنة واضح يزجد لها لسه لو تركها في التشهد الأخير يزجد لها لسه هتيجي التفاصيل دي بعد لكن أنا بكلمك لما الإمام الرافع قال لك هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة عشان فيه شروط صحة الصلاة قبل الصلاة وفيه شروط صحة الصلاة في الصلاة وبعد كده فيه أركان الصلاة عشان كده قال لك بشرائط مخصوصة واخد بالك وفصلنا إيه هي الأقوال وإيه هي الأفعال والصلاة المفروضة وفي بعض النسخ الصلوات المفروضات أما يقول الصلاة المفروضة فالإضافة عم يبقى تعم كل صلاة مفروضة كده مفرد مضاب يا عم وفيه نسخة الصلاوات مريحك يعني أعيلها جماعة وخلاص واضح؟ يعني ما يقولي الصلاة المفروضة لأنها مفرد مضاب فتعم تعم كل الصلاوات المفروضة مثلا تبتكرين الصلاة المفروضة يعني واحدة لا خمس الصلاة المفروضة خمس يجب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا عند دخول الوقت وجب أداء الصلاة وجب على الفور ولا وجب على التراخي وجب على التراخي بحيث أنك لك أن تؤخرها إلى وقت يسعها قبل دخول الوقت التي تليه يسموه الواجب الموسع لأننا عندنا فيه الواجب المضيق والواجب الموسع والواجب المخير ثلاثة واجبات للشرع الشرع ده في الأصول كده الواجب الموسع هو الواجب الذي يشغل جزء من وقته كويس؟ الصلاة من الدهر للعصر عندنا ساعتين أربع ركعات بتاخد عشر دقائق مثلا يعني تاخد عشر دقائق من الساعتين يبقى ليس مواجب موسع لأن العبادة تستغرق جزء من الوقت وليس كل الوقت ويبقى موسع عشان كده ممكن أنا أوقع الصلاة في أول وقتها بعد أول وقتها بلحظات بنصف ساعة بساعة لحد ما يبقى فاضل على العصر عشر دقائق بقى واجب مضيق واجب أقول بقى واضح؟ بحيث لا يبقى من الوقت إلا بقدر ما يسعد الإمام النووي رأيه إنك أنت يجب العزم إن لم تؤديها في أول الوقت على أن تؤديها عشان لو أخذتك المنية قبل أدائها تبقى بريء الزم ده رأيي الإمام النووي علماء الأصول ما وفقوش الإمام النووي أوي وقالوا لأن العزم لا يكون بدل وطالما لا يكون بدل يبقى بدلاً عن الأداء يعني وطالما لا يكون بدل عن الأداء يبقى ليس مطلوباً على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباد إنما الإمام النووي يجب العزم فالخلاف في وجوب العزم وليس في استحباب العزم فالكل يقول لك يستحب العزم لكن الإمام النووي قال يجب العزم ومن وافقه من بعض علماء الفقاهات يبقى مثال الواجب الموسع هي الصلوات الخمس مثال الواجب المخير كفارة اليمين وبعض أنواع الدماء في الحج اللي هي الدماء اللي بتبع على الترتيب يسموها واجب مخير يعني في الشرع يقول لك إيه على اللي يحلق رأسه بسبب مرض أثناء الإحرام ففدية من صيام أو صدقة أو نصف أو تخيير ده اسمه واجب مخير أنت تختار اللي يعجبك واضح زي برضو فكفارته لطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسواتهم أو تحريروا وقبات الأوأوة دي معناها التخيير يبقى لا يسموه واجب مخير في كفارة اليمين وفي فعل محظور من المحظورات الإحرام نموذج للواجب المخير عندنا بعد كده الواجب المضيق اللي هو لما يبقى وقت العبادة يستغرقها كلها يبقى اسمه واجب مضيق لازم أعمله من أول مثالها الصيام الصيام يبدأ من الفجر لغروب الشمس يبقى واجب أننا أكون صائم طول الوقت ده لأن ده واجب مضيق ما ينفعش أبتدي الصيام من بعد الفجر بساعة وبعدين أقول حفطر بعد كده على المغرب ما ينفعش لازم أستغرق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيبقى العبادة قدرها قدر وقته يبقى يسموه واجب مضيق زي الحج واجب مضيق الحج عرفه فتتعرفه فتحج واجب مضيق واخد بلك يبقى عندنا واجب مضيق اللي هو وقته بقدر فعله والواجب المخير اللي هو يكون على التخيير والواجب الموسع اللي يكون وقته أقل وقته أوسع من فعله زي الصلاة عشان كده بيقول لك إيه خد بلك من كلام الشيخ الصلاة المفروضة خمس يجب كل منها بأول الوقت وجوبا إيه ما قالش بقى مرتبا ولا مضيقا واضح وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ لما يبقى باقي من الوقت بقدر أربع ركعات في الظهر ويدا إلى العصر يبقى ليه بقى تواجب مضيق واجب مضيق في الوقت لكن قبل ذلك اسمها واجب موسع واضح فيضيق حينئذ يبتدي بأول حاجة الظهر الظهر أي صلاته قال النووي يعني الظهر هنا مقصود مش الوقت صلاته الظهر أي صلاة تكون وقت الظهر فأطلق الزمن ويراد به الصلاة قال النووي سميت بذلك لأنها ظاهرة وسط النهار وأول وقتها زوال أي ميل الشمس عن وسط السماء لا بالنظر لنفس الأمر بل لما يظهر لنا في حاجة اسمها نفس الأمر وفي حاجة اسمها واقع نفس الأمر اللي هي في الحقيقة والواقع اللي هو على قدر نظري واخد بالك جبلها من نظر لنفس الأمر بل لما يظهر لنا أول وقتها زوال الشمس عن كبد السماء يعني إحنا لو تصورنا إنت عارف المنقلة بتاعت الهندسة هي عبارة عن 180 درجة عملة كده 180 درجة مقوسة مع خط مستقيم كده برضو فاعتبر إن السماء كده مقوسة مع الخط المستقيم اللي هي الأرض ويبقى عندي النحية دي الأفق والنحية الثانية الأفق ويجي الشمس تطلع من المشرق يبتدي تطلع ولو حطت أنا عصاية ركزها في الأرض يقوم الشمس لما تطلع يقوم إيه تعمل ظل للعصى جهة إيه جهة الغرب طول ما يمشرقة جهة الشرق يبقى الظلق جهة الغرب وهي لسه قرب الأفق يعني مع الشروق تلاقي الظل جهة الغرب وطويل أول كل ما ترتفع كل ما الظل يأسر وكل إيه ما الشمس ترتفع والظل يأسر وترتفع لحد ما توصل تسعين درجة تسعين اللي هي في كبد السماء زالة هنا إيه زالة الظل لما تبقى في رأس يسموه في الحالة دي ظل الزوال أو يبقى تحت الشيء لو أنت كنت في أم القرى في مكة لأنها سرة الأرض لكن في غير أم القرى بتلاقي عندك الظل يبقى أقصر ما يكون يبدل يأسر 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 لحد بعد كده ما يأسرش عن كده يسموه الظل اللي هو أقصر ما يكون ده ظل الزوال كل مدى ما الشمس قاعدة بتطلع الظل بيبقى جهة الغرب ويحاول ييجي 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 لحد ما يبقى تحت الحاجة واخد بالك ويثبت أول ما الشمس تزول عن الزاوية التسعين ييجي الظل لا ييجي جهة الشرق أول ما ظل الزوال اللي هو أدنى ظل ييجي جهة الغرب قدن للدور ده وقت الدور أول الوقت كويس؟ لا جهة الشرق أول ما ييجي جهة الشرق يبقى الشمس عتيجي زاوية تسعين كده يروح ميلة لحظة يروح ظل الزوال ييجي جهة الغرب أول ما ييجي جهة الغرب ولو همسة تأذن لصلاة الزرق جهة الشرق قدن آه لأنه جاي من الغرب جاي من الغرب ييجي جهة الشرق واخد بالك يبقى إيه أذن للزر يبقى لو حطيت العصايا دي طولها متر يبقى لو لقينا أدنى ظل لها 30 سنطي يبقى اسمه ده ظل الزوال ظل تقصر 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 لحد ما بقيت 30 سنطي إيه طولها متر مش عايزة تقصر عن 30 ابتدى الظل التلاتين ده يلتف فييجي جهة الغرب واخد جهة الشرق بقى علشان الشمس هتنزل في الغرب فيروح لها في جهة الشرق يبقى ده وقت صلاة الظهر عشان كده نقرأ تاني يقولوا أول وقتها زوالوا أيميلوا الشمس عن وسط السماء لا بالنظر لنفس الأمر بل ما يظهر لنا واخد بالك ما ليكش انت دعوة بنفس الأمر هتخرج عن نتاق الجاذبية الأرضية وتطلع يمكن تلاقي الشمس مش هتبقى فيه كبد السماء ولا حاجة واخد بالك إزاي يبقى بالنظر لنا نحن وإحنا على كوكب الأرض يقعدين تحت لا بنفس الأمر واضح؟ ويعرف ذلك الميل بتحول الظل إلى جهة المشرق يقيمت كلام الشيخ بقى ويعرف الميل ده بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصر بعد تناهي قصر يتحيث ما يقصرش أكثر من كده يعني ثابت بقى يسموه ظل الزوال واضح؟ الذي هو غاية ارتفاع الشمس طب آخر وقت الظهر تبتدي الشمس بقى مالتة تمشي في جهة الغرب يبتدي ظل الزوال يطول جهة الشرق كل شوية يطول كل ما تقع كل ما بيطول لحد ما يبقى ظله الشيء مثله زائد ظل الزوال يبقى كده نهاية وقت الزهر وأذن للعصر يبقى لو قلنا نحن ظل الزوال في العصاية المتر جهة تلاتين سانتي يبقى ينتهي لما يبقى مية وتلاتين سانتي وقت الزهر واضح؟ تقومت أزمن للعصر وانتهى وقت الزهر وآخره أي وقت الزهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد أي غير ظل الزوال واضح الكلام؟ يبقى أنت لو أنت قاعد في صحرة أو في حتة معكش ساعة تعرف تؤدي صلواتك هكذا سهلا والظل لغة الستر تقول أنا في ظل فلان أي سترة وليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم الظل ده مش معناه عدم الشمس على فكرة لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله والعرش ما فيه الشمس مش كده بردو يبقى الظل ده أمر وجودي مش أمر عدمي امتني ازاي ده أمر وجودي يخلقه الله تعالى لنفع البدن وغيره يعني الجنة ما فيهاش شمس مش كده؟ لكن يقول لك ظل ضليل واضح يبقى الظل ده أمر وجودي يشعر فيه الإنسان بالراحة يخلقه الله لشعور الإنسان بالراحة جعل الشمس علامة عليه وليست سببا له دليلا يعني علامة ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يبقى بل هو أمر وجودي يخلقه الله تعالى لنفع البدن والعصر كده احنا خلصنا وقت الدهر يبقى من أول ما تميل الشمس لجهة الغرب ويتحول ظل الزوال إلى جهة الشرق نأذن للدهر تبتدي الشمس تتحرك كل ثلاث دقايق بتتحرك درجة نحن عندنا تسعين درجة كل درجة تحتاج ثلاث دقايق عشان تتحركها الشمس واخد بالك كلما تتحرك درجة تبقى مرض ثلاث دقايق يتول الظل يتول الظل لحد ما يبقى ظل الشيء مثلي ذات ظل الزوال أذن للعصر والعصر أي صلاتها وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب وأول وقتها الزيادة على ظل المثلي بأول ما يبقى ظل الشيء مثله دي نهاية وقت الظهر زاد لحظة أذن للعصر كويس كأن نهاية وقت الظهر هو بداية وقت العصر عشان كده الملكية عندهم يقولك ده وقت مشترك الشفعية قاله هي يعني لحظة لطيفة لحظة لطيفة وللعصر خمسة أوقات ما حيردل بقى العصر وقته من أول ما يزيد طول ظل الشيء عن مثله وقاعد يزداد يزداد وتميل تميل تميل لحد ما تغرب الشمس انتهى وقت العصر لنه برده عشان دخلنا في الغروب وقت العصر يقسم وقت الفضيلة وهو فعلها في أول الوقت ووقت الاختيار وأشار له المصن بقوله وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين في الاختيار يبقى ظل الشيء مثليه ده وقت الاختيار لو زاد عن ظل الشيء مثليه يبقى تركت وقت الاختيار إلى وقت الجواز وأشار له بقوله وفي الجواز إلى غروب الشمس والرابع وقت جواز بلا كراهة وهو من مصير الظل المثلين إلى الاسفرار الأوقات دي متدخلة على فكرة لو أنت تلاحظ الأوقات دي متدخلة يعني وقت الفضيلة ده واخد أول الوقت تبتلي من أول الوقت لحد ما تأدي ثمن ركعات ليه أربع ركعات سنة وأربع ركعات الفضيلة يبقى ده اسمه وقت الفضيلة بقدر الثماني ركعات بعد يقولي بعد يقولي وقته ده وقت لإيه الفضيلة وقت الاختيار من أول الوقت وتمده شوية لحد ظل الشيء مثليه فهو أخد جزء منه وقت فضيلة فهي متدخلة مش مترتبة بعد وقت تهمتني إزاي ده ما يخرجهاش لأن طالما أنت مشغول بانتظار الجماعة لسه طبعا ما تأخرهاش قوي عند الأحناف يأخروها شوية يحبوا لما يصلوها لما وقت الشيء مثليه عند نهاية وقت الاختيار ده الأحنار البلاد الأحناف فليهم يعملوا كده إنما الشفعية والملكية والحنابلة اللي هو العدل اللي احنا بتاعتنا دي على قد ما يصلى أربع ركعات ويقيم الصل يأذن ويصلى أربع ركعات ويقيم الصل أربع ركعات معتدل لا يعني يعني أربع ركعات كده بتاع ربع ساعة عشان تقرأ مثلا ربع على ركعتين وتسلم وربع على ركعتين وتسلم فليه يأتخذ لها بتاع ربع ساعة واضح؟ وقت الاختيار يأتخذ من أول الوقت لحد ما بظل الشيء مثليه فهو شمل أيضا وقت الفضيلة الأولان وقت الجواز يأتخذ من الأول ده حاد ما تغرب الشمس كل ده يجوز أنك تؤدي فيه الصلة فيشمل وقت الاختيار ووقت الفضيلة مع باقي الوقت ما بعد ظل الشيء مثليه هو الاسفرار واضح؟ وبعدين الرابع وقت جواز بلا كراها نأخذ بقى وقت الجواز بلا كراها اللي هو من أول مصير الشيء ظل الشيء مثليه لحد ما تبقى الشمس مسفرة آه ده وقت جواز بلا كراها طيب بعد كده بقى لما تبقى مسفرة ده بعد الاسفرار إلى غروب الشمس يبقى جواز بكراها وعندنا بقى وقت التحريم وهو تأخيرا لأنه يبقى من الوقت ما لا يسعه لأنك تصلي ركعة واحدة منها تلاقي المغربية من حج تصلي الأربع ركعة تبلى غروب الشمس هذا يبقى وقت تحريم واضح أيها ستبقى أداء لكن مع الاسم مع الاسم إن كان بغير عزر شارعي مع وقت التحريم يعني تقع في الحرمة إن كان بغير عزر شارعي إفرل واحد نائم رح تعليه نومة رفع القلم عن النائم حتى يستقل يبقى هو بيصليه في وقت التحريم لكن ليس آثما لأنه عنده عزر شارعي لكن إحنا بنتكلم على واحد قاعد كده على حسب برضو شدة هذا الشغل يبقى لازم يراعي هذا الأمر إنه يبقى إيه ما يضيعش وقت الصلاة لحد وقت التحريم إنما لو نسي اندمج في شغل أو في نسي يبقى برضو رفع القلم عن الناس واضح لكن هو فاكر وكل حاجة وقاعد يتلكأ 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 لحد ما بقى في باقي بقدر ركعة ويأذن المغرب فأما على طولنا أرأى آه كده بقى يأثم لأنه أخرها بلا عزر شارعي أيها الفضل إحنا نخلي الأسئلة في الآخر ممكن يرايك أيدها في ورقة معك ونخلي الأسئلة في الآخر والمغرب المغرب سهل المغرب وقتها غروب الشمس يعني غروب الشمس يعني الشمس تختفي تماما تحت خط الأفق مش يختفي نصها ولا ربعها تختفي تماما تحت خط الأفق يبقى كده دخل وقت المغرب وحل للصائم أن يفتر واضح والمغرب أي صلاتها وسميت بذلك لفعلها وقت الغروب ووقتها واحد وهو غروب الشمس عند الشفائع الجديد يعني وقت المغرب عند الشفائع على الجديد هو من أول ما الشمس تغرب وتعد خمس ركعات ثلاثة فرد واثنين سنة بعد كده بقت قضاء واضح؟ ده عند الشفائع في الجديد ولكن الفتوى على المذهب القديم في القديم إلى غياب الشفق الأحمر والفتوى على القديم ودي من ضمن المسائل الأربعة عشر اللي فيها الفتوى على القديم يبقى المغرب وقتها واحد هم قالوا وقتها واحد للإمام الشفائع في الجديد لأن حديث سيدنا جبريل لما جاء يعلم النبي مواقيت الصلاة جاءه في أول يوم في أول وقت كل صلاة وجاءه في اليوم التالي في آخر وقت كل صلاة وقال له بين هذين وقت ويس وفي اليومين جالوا في المغرب بعد غروب الشمس ما جالوش بعدها بلحظة والحديث في البخاري حديث صحيح واضح وبالتالي الإمام الشفائع قال يبقى وقت المغرب واحد هو غروب الشمس بس لكن تي حديث تاني لم يرد في الصحيح أن وقت المغرب إلى غياب الشفق الأحمر إلى غياب الشفق فجمعاً وعلشان كده الحديث ده أخذ به في القديم فقال لو صح هذا الحديث أقول به وقد صح وعلشان كده العلم أخذوا بالرأي القديم واضح يعني علداقه الإمام الشفق على صحة الحديث علماء الحديث لما فندوا الروايات وجدوه حديث صحيح غياب الشفق الأحمر فأخذوا به وتركوا الفتوى بالجديد واضح لكن ده يعخليك إيه أنك أنت تبقى حريصاً أنك تصلي المغرب في أول وقت يأخرجاً من الخلاب واضح لشان كده شاع عند العوام يقولك المغرب غريب هو مش حديث لكنه ده حكم فقه يعني إيه شاع على ألسنة الناس إنه غريب يعني إيه يعني يعدي بسرعة فإلحق تدركه ووقتها واحد وهو غروب الشمس أي بجميع قرصها لازم بجميع قرصها لازم تبصت على الأفق بحيث تجدها اختفت تماماً تحت إيه سطح الأفق أو سطح البحر تويس في الحالة دي تفتر وتصلي المغرب إنما باين لسه حاجة بسغير منها إلى يصبر ما تصليش المغرب واصبر ما تفترش واضح ولا يضر بقاء شعاع بعده ما يضرش طالما الشمس كلها غتست في البحر يعني في الأفق وأنا بقول البحر ليه لأنه قد تكون الأرض غير مستوية فتلاها اختفت وراء الجبل لكنه لسه ما نزليتش فنخلي مستوى البحر حسن لأنه لو أرض جبلية وانت هنا في المقطة ما يبتغتص من الجبل وهي لسه الدنيا نهار ومش هينفع تروح تفتر فالعبرة طبعا بالأرض المستوية وهي مستوى الماء واضح؟ وبمقدار ما يؤذنه أي الشخص ويتوضأ أو يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمسة ركعات هي ده وقتها بقدر ما يؤذن ويتوضى أو يتيمم ويستر عورته ويستقبل القبلة ويصلي بثلاث ركعات ويجيب بعدهم ركعتين بعد كده خلص وقتها ده المذب الجديد وبمقدار إلى آخره ساقط من بعض نسخ المذب فإذا انقضى المقدار المذكور خرج وقتها هذا هو القول الجديد في المذب والقديم ورجحه النووي أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر لأن لو غاب أنت عارف أن الشمس لما تغرب بيبقى فيه شفق أحمر مرار في السمكة حواليه بعد الشفق الأحمر ده فيه شفق أبيض وبعد الشفق الأبيض يجي الظلمة كده برضو يبقى عندي شفقين شفق أحمر وشفق أبيض ثم الظلام عندنا وقت العشاء يدخل بغياب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغر عند الأحناف وقت العشاء بغياب الشفق الأبيض يعني بعد وقت العشاء عند الشفقية بحوالي تلت ساعة يعني أنت ما تشوف كده العشاء بتدن كام في النتيجة ده وقت الأحناف النتيجة معمولة على وقت الأحناف يعني أنت يا شفقي ممكن تصلي العشاء قبل وقت النتيجة بربع ساعة ويبقى العشاء أداء لأن غاب الشفق الأحمر وانت نجسة مستنين الشفق الأبيض يغيب واضح وهذا ليس عند الشفعية فقط بل عند الشفعية والملكية والحنابلة غياب الشفق الأحمر هو نهاية وقت المغرب ودخول وقت العشاء والأحناف قالوا غياب الشفق الأبيض والنتيجة عملوها على وقت الأحناف احتياطا خروجا من الخلاف لأن انت لو صليت بعد غياب الشفق الأبيض صحب صلاتك على كل المزاهم مش كده برضو ولا شك كده خلوها النتيجة على ايه على وقت الأحناف واضح لكن لو انت جيت من شغلك تعبان وصلت المغرب وخيف تنام هادي عليك العشاء يبقى استنى نص ساعة كده بعد صلات المغرب وانت صلي العشاء وانت شافعي بقى وانايا مصحة الفاد اكتبها صليت العشاء نجرى شي حاية حيقوم القطر قبل العشاء بربع ساعة صال للعشاء قبل ما تركب القطر تشافع أداء واركب القطر ومع السلام وخلصنا على العشاء يفيدك فيه مثل أهديهم كنا مع الشيخ اسماعيل صدق العدوي مرة في صعيد مصر ويحل لكده سنة واحد وتستعيد الشيخ اسماعيل صدق العدوي ده ملكي قبن عن جد لحد الإيمان مالك يعني ملكية ملكية قح ما عروش اللي المذب الملكي فكنا حنركب القطر ورجعين مصر قبل العشاء بحوالي ربع ساعة فلو ركبنا القطر من الصعيد هنيجي بعد الفجر هنضيع علينا العشاء فهم قال لي إيه الواحد من الموجودين قوم قيم الصالة حنصلي العشاء واحد من الصعيدة اللي ناك قال له يا مولانا ده العشاء ديسة وفضلت الساعة قال له ما ناكش دعو خليك أنت صليه إحنا ملكي العشاء بتاعتنا دخل وقتها واخد بالك وصل الله وصلنا معه ومشينا ليه لأنه هو رأيهم عند المالكية غياب الشفق الأحمر مش لبيض فكلامه صحيف واخد بالك والعشاء بكثر العين ممدود اسم لأول الظلام وسمية الصلاة بذلك لفعلها فيه وأول وقتها إذا غاب الشفق إيه عشان ده كتاب شفعي عارف لو جبت كتاب حنفي يقول لك أول وقتها إذا غاب الشفق الأبيض يمتبع لكن لو جبت كتاب شفعي ملكي بحنبالي يقول لك الأحمر وأما البلد سأب والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال شيء إذا غاب الشفق الأحمر على فكرة سأل إذا غاب الشفق وجب وقت العشاء قال الشفق بس عشان كده عشان كده ابتدوا يحصل خلاف مذهبه لأن الشفق شفقين الشفق أبيض وشفق أحمر أيهما يقصده النبي أسمور علم الإمام أبو حنيفة قال نخليه الأبيض احتياط للتثبت من دخول الوقت والشفعية والملكية والحنابلة سألوا العربي الفصيح لأن النبي بيكلم عربي فصيح لو جبنا عربي قده ما يعرفش لدخل الأزهر ولا اختلف بأي حد عربي فصيح كده قح نقول له إذا غاب الشفق يخسر الأحمر ما يسميش الأبيض شفق في لغته ده بيسمي الشفق الأبيض بياضه أول الليل ما يسموه الشفق بهمت بها فرجح الشفعية والملكية والحنابلة اللغة فقاله يبقى الأحمر والنبي عربي بيكلم عربي يعني الشفق المعهود عندكم أيها العرب والعرب عندهم الشفق المعهود والأحمر بهمت بها طريقة الفك للتفكير الإمام أبو حنيفة قال احتياطا نخليها الأبيض احتياطا فأخذ بالاحتياط والشفعية والملكية والحنابلة أخذوا باللغة واضح؟ واضح؟ زي القرأ والمطلقات يتربصنا بأنفسه إن ثلاثة فقوة القرأ يعني طهر ولا الحيض لفظ مشترك فجوم الحنابلة والشفعية جعلوا الطهر هو القرأ هو الطهر والأحناب جعلوا القرأ هو الحيض واضح؟ الشفق الأحمر وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق بعض البلاد ليه نهر على طور وبعض البلاد ليه هليل على طور فأطراف الكرة الأرضية يعني وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق فوقت العشاء في حق أهله أم ينضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليه واضح؟ يعني أقرب بلد ليهم فيها شفق بيغيب إمتى؟ بيغيب بعد المغرب بساعتين يبقى خلاص بعد المغرب بساعتين ونصال إليه شفق وفي وجه قال لك ناخدها بأم القر نشوف في مكة المسافة من المغرب للعشاء الدين ويبقى يعملوا كده ولها وقتان العشاء لها وقتان أحدهما اختيار وأشار علاء المصن بقوله وآخره يمتد في الاختيار إلى ثلث الليل يبقى وقت الاختيار في العشاء إلى ثلث الليل تحسب الثلث الليل إزاي؟ تشوف المغرب بيدن الساعة كام؟ والفجر بيدن الساعة كام؟ وتقسم على ثلاثة ثلاثة الليل يبقى احنا مثلا الوقت المغرب بيدن الساعة سبعة إلى ربع مثلا والفجر بيدن الساعة ثلاثة وربع مثلا طيب من سبعة إلى ربع لتلاتة وربع إبقى كام؟ سبعة ساعة ونص نقسمهم على ثلاثة عشان نجيب تلت الليل اطلع قد ايه؟ تبقى ثلاث ساعات إلا تلت طيب ثلاث ساعات إلا تلت حطهم على غروب الشمس أعطهم على سبعة إلى ربع ثلاث ساعات يبقى معناها عشرة تسعة ونص وخمس يبقى معناها وقت الاختيار بالنسبة للليام دي في العيشة ما تأخرهاش عن تسعة ونص وخمس وإلا يبقى فات وقت الاختيار وفي وجه عند الشفعية إلى منتصف الليل ويس واجه تاني عند الشفعية مش تلت الليل لحدة لمنتصف الليل يبقى نحط إيه؟ نحط أول أربع ساعات على المغرب إيه بـ 11 بالليل مثلا ما تزودش عن 11 بالليل ده منتصف الليل مش منتصف الليل في جرينتش 12 بالليل لا إحنا عندنا منتصف الليل اللي هو عدد الساعات مناصفة بين غروب الشمس وشروق الشمس وبين طلوع الصبح بين صلاة الصبح واضح؟ بين صلاة الصبح بين صلاة الصبح يبقى وقت الاختيار آخره إلى سلس الليل وده الراجح في المذهب وفي وجه تاني في المذهب أنه إلى منتصف الليل والثاني وقت جواز وأشار له بقوله وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق اللي الناس العوني يقول لك العيشة ممدودة للفجر لقوله صحيح ممدودة أداء مع العلم بأنها وقت الاختيار انتهى عنده ثلس الليل ثم يبقى بعد ذلك وقت الجواز كأداء إلى طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق وأما الفجر الكاذب فيطلع قبل ذلك لا معترضا بل مستطيلا ذاهبا في السماء ثم يزور وتعقبه ظلمة ولا يتعلق بيه حكم اللي هو الفجر الكاذب الشمس لما بتبقى تحت تحت الأفق من جهة من جهة الشرق من الشمس غربت غربا كده وفضلت تلف لحد ما تطلع من ناحية الشرق أول ما بتدي وهي لسه تحت خط الأفق بمسافة طويلة بيطلع منها شؤاع ينكسر انكسرات شؤاع بسبب الغلاف الجوي ويدي لك ضوء كده لحظي يضرب في السماء كده زي ديلة السعلق واخد بالك ازاي ييجي كده عمودي على خط الأفق ويختف وبعده ضرام زامس ده يسمونه الفجر الكاذب ده لا ينبني عليه أحكام الفجر الكاذب لا يدخل فيه وقت الصلاة ولا يمنعك من الأكل لو أنت نوي تصوم اللي هم بيأذنوا عنده الأذن الأول اللي المصرين بيعملوا مكانه التوشيح واخد بالك ازاي ده اسمه الفجر الكاذب ده لا ينبني عليه أحكام بعد كده تروح مقربة الشمس شوية إلى خط الأفق لسه ما ظهرتش فيطلع منها شعاع تاني يقوم ايه ينعكس انعكاس ييجي موازي موازي للأفق مستعرض كده تقق كده ويختف هو ده فجر بقى الحقيقي قوم أزن وصلي السفر فتبالك يبقى الفجر الصادق مستعرض والفجر الكاذب مستطيل عمودي على الايه على الأفق والفجر الصادق موازي للأفق كل ده اللي عايش في الصحرة طبعا يشوف الحاجات دي احنا طبعا عايشين جوه سنديق ما بنشوفش الحاجات دي ومحرومين من نظر للسماء وذكر الشيخ أبو حامد أن للعشاء وقت كراها وهو ما بين الفجرين بين الفجر الكاذب والفجر الصادق ده وقت كراها أنك أخر يكرى أنك تأخر على هذا الوقت والإمام الغزالي من أصحاب الوجوه في المذهب في المذهب الشفعية يعني من مكتهد المذهب والصبح أي صلاته وهو لغة أول النهار وسمية الصلاة بذلك لفعلها في أوله ولها كالعصر خمسة أوقات أحدها وقت الفضيلة وهو أول الوقت أول الوقت اللي هو زي ما قلت لك الفجر الصادق اللي ييجي بمحازات الأفق اللي هو النتيجة بتاعي النتيجة عندك تشوفها يقول لك صلاة الفجر تدن الساعة كذا أيها دي بقى تالفجر الصادق الثاني وقت الاختيار وذكره المصنف في قوله وأول وقتها تلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإصفار لما النهار يشأشأ لكن الشمس لسه ما طلعتش يسموه الإصفار ده وقت إيه وقت الاختيار وهو وقت الفضيلة عند الأحناف الأحناف يحبوا يصلوا في الوقت والثالث لأن خدوا برواية أن النبي أصفر بالصبح برواية صحيحة كده النبي أصفر بالصبح فخدوا بهذه الرواية وجعلوا أية الأفضل والشفعية قالوا أصفر بالصبح أي انتهى من صلاة عند الإصفار وبدأ في الظلم لأنه أطال القراءة شفعية فهموها بطريقة غير الأحناف واضح خصوصا أنهم أخذوا برواية أن النساء كن ينصرفن من صلاة الصبح متلفعات بمروطهن لا يعرفن من أثر الغلس والحديث في الموطأ وفي البخاري فدل على أنهم كانوا بيصلوا في الظلمة وينصرفن في الظلمة واضح فيبأ الشفعية عندهم صلاة الصبح في أول وقتها وقت الظلمة هو الأفضل والإصفار ده وقت اختيار والثالث وقت الجواز وأشار له المصن بقوله وفي الجواز أي بكراها إلى طلوع الشمس بحيث ينتهي من الصلاة السلام عليكم بحيث ينتهي من الصلاة بدأت تظهر مش اكتمل طلوعها بدأت تظهر والرابع جواز بلكراها إلى طلوع الفمرة ما هو قبل ما الشمس تطلح حواليها شفق أحمر لسه بتلاقي عند الشروق برضو يبتدي يحصل لك حمار كده في الأفق دليل إن الشمس قربت اللي هو الشفق الأحمر ما هو في الشروق عكس الغروب في الشروق تلاقي يظهر الأول الشفق الأبيض اللي هو الإصفار وبعين تظهر بعد كده الأحمر اللي هي الحمرة ثم تظهر الشمس ده في الشروق في الغروب العكس والرابع جواز بلكراها إلى طلوع الحمرة والخامس وقت تحريم وهو تأخرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها واضح ونقف على فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة المرة جاية إن شاء الله إيه السؤال اللي كنت عايز تسأله شفت بقى الصبر جميل لسان كرة كانوا مشايخنا يقولوننا تصبر للآخر ربما يجاب أي عدل ايه تحريم يعني حرام يعني يأثم يأثم إنه ضيعهم لأ يصلي إيه لأ مش معنى إنه كانت لو لو فات وقت الصلاة إن أنا أأخرها أزيد وانت كده حيبقى التأخير أزيد يبقى وقعت متلبس بحرام أكتر يعني واحد أخر عن وقتها بعد وقتها بساعة أخف من الأخر عن بعد وقتها بساعتين عشان تبقى متلبس بتحريم مدة طويلة ولو ده غلط لازم تبرق زمتك أيوة هتيجي 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 مش هحنا عن نقول من شروط صحة الصلاة قبلها استقبال القبلة هيجي لك في الاجتهاب إن شاء الله صبر جميع هيجي لك هل أنت في بعض الأمراج العالية ترك التوصيل هنا وبالفرق الأرض لا 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 سيبك بكلامك اسمعش الكلام العبرة العبرة أنت في الأرض حتى لو ارتفعت ما لهم شرعا يسلوها ذلك لأن العبرة أنك تتبقى على الأرض ممكن تبقى خلاف مذابي بس لنا رأيي كده رأيي أن هي العبرة بنظر اللي على سطح الأرض مش بنظر اللي مرتفع لأن إحنا قلنا العبرة بالواقع وليس في نفس الأمر فنرجع للواقع مش في نفس الأمر البلد التيارة فوق القاهرة أنت شايف الشمس لأنك الطيارة عالية لكن أنت فوق القاهرة أهل القاهرة عملوا إيه تحت فطر إفطر معاه لأن العبرة في الواقع وليس في نفس الأمر كده بردو لا المغرب بس العشة بس ليش الصبح الصبح كله كله طب وقت الفجر بتاع الأحناف هو وقت الفجر بتاع كل الناس إحنا بنتكلم وقت إقامة الصلاة بقى الأحناف يأخر ويقعدوا ساعة لربع بعد اللدان على ما يقيم الصلاة يقعد ساعة لربع والله ده حلو ليه بقى اللي يروح على نومة يطلع على مسجد الأحناف يلحقهم وأخذ بقى لك حلوة يسطر الناس اللي راح تقال لهم إحنا كان عندنا مسجد الشرعية في المانيل اللي هو جنب سينيما السينيوريتا كده في مسجد اسمه الشرعية أنا كنت ساكم في المانيل 25 سنة كنت ساعات أصحى مثلا يكون الفجر إدن بقاله 32 ساعة أو ساعة يعني على ما توضى هلاقي الجامع أفلت صلوا وقفلوها كمان ومشي أروح على جمز معك الشرعية اليوم لسه بيفكروا يقيموا ولا مش حتنا فكان عجبني أول جامعة ده أول ما إيه ألاقي الجوامع كلها طالع تخلصت الصلاة أخذ العربية وطير على الشرعية اليوم لسه يمكن اللي حقيم الصلاة لسه طالع من الميضة يعني عالم آخر رواب أخذ 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 أنت لو لقيت فيها أي حاجة شاور عليها ونحن نشرح لأن دي لو خدنا عليها التعليق هنقعد فيها ثلاث ساعة أنت أرها كده على أساس الفقهاء اختاروها على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب الأعم في أغلب أحوالي ما أخرهاش عن وقت الاختيار في أغلب أحوالي يعني لم يصلي العصر في الإصفار أصلا فجعلوا الإصفار ده وقت كراه لأن النبي ما فعلوش أخذ بالك بس غالب فعل النبي أيها يعني افرر أنت في الأمر في الأمر في أعلى من الأمر وحتصوم هتعمل إيه هتصوم على صيام أهل الأرض أخذ بالك لأن ليل الأمر ونهاره مختلف تماماً عن ليل الأمر ونهار ليل الأرض ونهاره وإنت متعبت بكوكب الأرض مش مكوكب الأمر يعني لو سكنت في المريخ لازم تأخذ معك جزء من تراب الأرض عشان لو فقدت الماء تتيمن به مش بتراب المريخ لأن صعيداً طيباً بتراب الأرض كوكب الأرض فأنت متعبت به واضح فدي أحكام تعرف عشان كده كل ده قاله لك الشيخ ببساطة العبرة في واقع الأمر وليس في نفس الأمر في فرق بين الوقت موجودة 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 ما ليش دعوة لكن العبرة بأهل الأرض أخبرهم إيه ليلة يلون عندهم أصلي حبت بالك والله تعالى أعلى وعلى ما احنا قلنا إنه هو حيسأل أقرب بلد أقرب بلد بيغرب فيها الشمس امتى ويصلي على توقيتها أو مذهب آخر يمشي على توقيت أم القرى يفتر ويسوم والشمس طلعك حيصبر لحد ما يتثبت ما أخذ بالك ما هو مبارح برضه ما هو عوش ساعة ده هو كل ساعة وهي السماء ما هو بيتكلم على كده ثاني لا لا أفعل أدركه أداء بس مع الحرمة أدركه أداء لكن مع الإثم إن كان بغير عزر شرعي لأنه أخرها بحيث أن مستلاش الصلاة كلها في وقتها تكون أداء من حيث أنها ليست قضاء واخد بالك من أدرك من الصبح ركع قبل شروك الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركع قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر واضح؟ لكن علامات المنافق إيه؟ إن ينتظر قبل غروبها ينقر الأرض أربع ركعات فدي حركات المنافقين واخد بالك ولا شك أن فعل المنافق محرم الأداء إن كنت تدرك من الصلاة ركعة كاملة قبل دخول وقت التي تليها تبقى دي اسمها أداء أيوة لأن هنا حرام لتأخير الوقت والقضاء يبقى حرام لتأخير الوقت وحرام لصلاة الصلاة في غير وقته يبقى ارتكب محرمين إنما اللي أدرك منها ركعة ارتكب محرم واحد وهو تأخرها وليس تضيعها فاللي ضيعها يحرم عليه أنه ضيعها ويحرم عليه كمان واخد بالك إزاي إنه هو صلىها قضاء في غير وقته واضح؟ بس كل الحكاية طالما ما فيه عذر ما فيه عذر شرعي العذار الشرعية النسيان العذار الشرعية إن يكون مسافر العذار الشرعية إن يكون نائم واخد بالك ركعة كاملة أو يلحق يلحق آه فيها وجهان فيه واجه يقول لك باستجدتين وفيه واجه يقول لك أدرك الركعة بإدرك الركوع والراجح إنه هو باستركعة كاملة باستجدتين خد تبالك لكن فيها وجهان خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أننا نستفيد كبلك وصالي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر